اشتركوا في القناة 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 السنسر حق العدسات اللي رح تنزل إن شاء الله في المستقبل طبعاً المؤتمر كان متروس من ناحية الأداء الحق في مانيا كي ولنحن الـ 4K مثل ما قلت لكم من قبل لأنه مو ويد عندنا مطبق بس لنحن فيه ويد سلوشنز حق الـ 8K من ناحية البرنتينج الطباعة من ناحية حكية التصوير من ناحية السنسرز حق العدسات ومن ناحية الكاميرا البادي نفسه فهذه شغلات هم ويد نحن متلحفين عليها ممكن نحن نشوفها تطبق خلال 5 سنين من شركة كانون وشغلات ثانية هم كانت موجودة هي الـ processing power من ناحية الـ imagery حق الدباع هذا شيء خرافي صراحة ويد شغلات كنا نشوفها يعني بلونب على قولتهم بالحجم وعلى بالك أنه أنت أصلاً موجود وهو فعلياً صورة مطبوعة على سكيل ويد ممتاز هذه شغلات تأكيد راح تكون موجودة حق الـ solutions اللي يحتاجون أنهم يطبعون على سكيل ويد كبير ومو حبين لأنهم يخسرون من ناحية الدقة كان عندهم عدسات كنا نقدر نجرل بالصورة ولها الدرجة كنا نقدر نشوف اللي موجود أو المحتوى المطبوع من الكاميرا نفسها علشان تقدر انت تشوف مدى قوة مو بس الصورة قعد تلتقط بس اللون الـ printing الـ precision الدقة اللي موجودة اللي عند الـ printer والـ processing اللي الـ printer قعد تسويه علشان تقدر تطبع لكبث لها الدرجة راح يكون وايد قوي فهذا شيء كان جداً خرافي صراحة استنكرت على بالي أصلاً كان يسوون أفلام في شاشات مثل 8K كانت كانفس اللي يكون صغير بس هم يعطيك أداء وايد عالي فأنت تخيل شاشة منتر بحجم 27 مكسموم أو 24 وتحصل عليها 8K فالـ pixel كونت راح يكون وايد عالي الدقة اللي راح تشوفها تكون وايد كثيرة فهذه أشياء وايد ممتازة صراحة انشفناها اليوم تم الإعلان عنها مع الـ canon والـ expo ومانهم واحدة من الشغلات الكبيرة اللي راح تدخل فيها أكيد هي الـ virtual reality كان عندهم هايك المالسيارة موجودة هناك وانت تلبس الـ virtual reality وراح تكون انت كأنك موجود بالمكان كأنك انت موجود بالسيارة تقدر تسوي انتر اكشن ما بين الـ console أو الطب دوم شلو الموجود من ناحية السيارة وتقدر تسوي هم انتر اكشن ما بينك انت وما بين الشخص اللي جدامك مو معنات انت دخلت virtual reality راح تكون انت شايف هذا طبعا تغنية يديدة مو بس اسمها virtual reality اسمها mixed reality النفس ما شفنا من Microsoft و HoloLens أنك انت تقدر تخلط الواقع مع شغلات انت تبقى تشوفها بالـ hologram فهذا شي جدا جدا ممتاز واتوقع هذا المستقبل الصحيح حق الـ holograms اكثر من virtual reality انك انت تلبس شغلة وتوديك مكان غير المكان اللي انت فيه وتشوف محتوى غير اللي انت فيه بس لما انت تكون موجود بمكان يعطيك mix reality هذا وهو حس انه مستقبل فعلا من ناحية الـ imagery وكانون واختصاصه ما بين الـ imagery اكيد راح تكون متدخلة بهالموضوع وسوت عدسات وشوفناها وجربناها هنا في المؤتمر كانت جدا ممتازة من ناحية mix reality اللي يعطيك اياها كمحتوى كنت انا قاعد بسيارة وحس الشخص الجدامي اللي حم موجود يقع اكلمني ما تغطى وصر الوضع كلنا سيارة لا انا ام انتراكتنج ما بين السيارة اللي هي الـ hologram وما بين الشخص الجدامي اللي هو فعلا reality فهذا هو ما يسمى بالـ mix reality وهذا شي جدا جدا ممتاز شغلات الثانية اللي كانت موجودة اللي فيها انتراكشن حق الـ mix reality هي كانت طبعا الانتراكشن ما بين المودلز اللي انت تقدر تسويها اذا انت كنت مثلا قاعد تشتغل بشغلة وتحتاج ان تتسوي انتراكشن مع صوفتور يكون وايد كبير هذا هم السلوشن اللي هو ما كانوا معطينيك وايد يشبه مرة ثانية الـ hololens اللي اعطونا ايان شركة مايكروسا شغلات ثانية اهم شفناها انه فيه كان بوديز وسنسرز من نزلينهم على كاميرات مثل 5D علشان تقدر انت تشوف ان المستقبل صار وايد قريب شغلات تقدر انت تشوفها بتصوير كاميرا زوم خرافي علشان يعطيك pixel count وايد عالي لان انت عندك وايد بيكسل لما تسوي زوم ما رح تفقد انت جودة الكاميرا انا من الناس اللي كان على بالي ان بس العدد من البيكسل ما يعني ان اي جودة من الصورة لان فيه شغلات تخذ لان اعتبار فعلا هذا صح بس ليش الكاميرا مثلا مالت النوكيا لوميا 1020 41 ميجا لان فيها بيكسل وايد ما رح تخسر من جودة الصورة حتى لما تصغر او تسوي زوم على شي محدد انت تبتشوفه في الصورة فوايد او هما كانوا مركزين على هالشي وايد شغلات تحطوها بالمؤتمر ككونسبت حق شغلات رح تنزل في المستقبل القريب رح تعطينا اداء حق هالشي هذا بالذات اذا انت كنت رح تحتاجه من شغلات الثاني اللي طبعا تام الاعلان عنها او العرض فيها ايه عشانو نقطتهم او واجهتهم حق المستقبل كسلوشن حق بي تو بي واكيد بي تو سي البي تو بي هي بزنس تو بزنس وهم قاعد يحطون وايد شغلات قاعد ينزلونها حق المستشفيات مثلا او حق الشركات اللي تسوي مانفاكتشرينج بالبلاستيك حق 3D برنترز او شنو انت تقدر تقدم حق المدن مع كاميرات اللي تقدر تصوي لكسور فيلنس دار مدار المدينة او انت شنو انت تقدر تقدم حتى حق الشرطة في حالة اذا انت كنت بتسوي ماشين يكون فيها بروجكتر وكاميرا بنفس الوقت وسنسر شنو هذي راح تسوي؟ هذا راح تاخذ مكان الموظف الاستقبال في المستشفيات على سبيل المثال لما سووا لنا ديمستريشن هنا في المؤتمر تاخذ انت مثلا الهوية ماتيك وتحطها البروجكتر راح يلقط انك انت حطيتها في المكان الصحيح والكاميرا راح تصور الـ ID بعدين اقو ما تصور الكاميرا الـ ID ماتيك فيتش الساعة الكمبيوتر اللي موجود راح يقرم معلومات ماتيك راح يطلب منك في حالة انت عندك تأمين صحي تقدر تحط كرتك ما تأمين صحي وصورلك اياه عقب ما يصور التأمين الصحي هم ياخذ معلوماتك ويعرف شركتك ما تأمين الصحي اللي انت قاعد تعمل معاها واللي مثل انت عندك اياه مع شركة التأمين بعدين راح يشوف المواعيد ماتيك على البطاقة المدنية شنو انت عندك مواعد مع اي دكتور وبعدين راح يسألك شنو التشخيص مالك ويسألك اذا انت هحط ادوية ورح تحط انت الادوية بنفس المكان راح يصور الادوية ويعطيك وصفة وبعدين يقولك هذي طبعا مستلزمات انت ممكن تحتاجها كمعلومات اضافية عن المستشفى كمعلومات اضافية عن الدكتور اللي انت بتشوفه فشي جدا جدا ممتاز كنظرة هما شنو يبون يسوونه من ناحية الامجري هذا كله قاعد يصير بس بالبصريات كله قاعد يصير بس بالمطبوعات تطبع لك شغلات فل اتش دي شغلات اكثر حتى من فل اتش دي وما تخسر انت ولا نوع من الكواليتي منها كثير ما انت راح تصور صورة واضحة راح يطلع لك نفسي شي حتى بالبرنتر عقب ما انت راح تطبعها فيه كان عندهم هناك بوث نقدر ندخل حتى حطيت لكم هنا صورة عنها بالانستجرام انك انت كأنك واقف وهم مصورين من فوق البناية وبعدين حطي لك الصورة ببرنت ما تقدر تميز الفرق بيخلونك انت توقف ويصورونك كأنك انت كانت فوق البناية شغلة ثانية كان حطيناها بعد صورة كأنها مطار لما تي تقرب طلعت مو طيارة صدجية طلعت صورة اوهما طابعينها فهذه شغلات وايد ممتازة حقهم اوهما من ناحية السلوشن اللي قاعد يساونها حق بزنسي عشان البرنت فهما قاعد يشوفون في مجال بالبرنت عشان تشري اعلنوا حتى عن تطبيق ما الاجدي ستوري بوك ايزي هذي شغلات يعني وايد هما قاعد يشوفون فيها مجال من ناحية السوق بالذات ليس سنة 2018 عندهم راح يخلوني نلهب ما للبيت شغل تقدر انت تسوي من ناحية البرجكتور والصور وشلون انت تقدر تسوي هذي او انت تربطها مع شلون انت تقدر تطلع المحتوى ما بين الصور اللي انت عندك وشلون انت البرجكتور تقرى مثلا لمبة او انت تقرى كتاب وتحطها وبعدين راح يطلع لك كل المحتوى اللي انت عندك او كل صور اللي علاقة فيه فبرافو عليكم كانون حق نظرتكم وشلون انت عندكم في المستقبل ياريت لو كان في منتجات اكثر شفت الكنون 6D كانت موجودة ال760D وايد شغلات حطيت لكم ياها انا بسنات شات وحطيت لكم ياها الانستجرام فما بغيت ان اعيد على نفس المحتوى فبس هذا كان المؤتمر تم الإعلان عن يمكن اشياء اقل من الشغلات اللي هم يبقون يحطونها في المستقبل يزاكم الله خير كانوا مرة ثانة على الدعوة وايد استمتع كان اشتركوا في القناة